بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته التكامل قير المحدد سيكون درسنا اليوم هو التكامل قير المحدد ومن المتوقع بنهاية الدرس أن تكون قادراً على من خلال درسنا السابق في عملية التفاضل يكون لدينا دالة نستطيع إيجاد مشتقتها والآن نعكس هذه العملية للحصول من المشتقة على الدالة الأصلية عزيزي الطالب اقرأ هذا التعريف لتتعرف على مفهوم الدالة الأصلية عزيزي الطالب هيا نحل هذا المثال عزيزي الطالب للإجابة على هذا السؤال أوجد المشتقة لكل من الدوال التالية هل لاحظت عزيزي طالب أن المشتقة لجميع هذه الدوال هي نفسها؟ ومن هنا نستطيع الإجابة على السؤال ونستنتج عزيزي الطالب أن عزيزي الطالب هيا نحل هذا المثال أوجد مجموعة الدوال الأصلية للدالة فإكس لتعرف على مفهوم التكامل القير المحدد اقرأ عزيزي طالب هذا التعريف ومن هذا التعريف يتضح أن للحصول على المشتقة للدالة فإننا نشتق الدالة الأصلية وبالعكس للحصول على الدالة الأصلية فإننا نكامل المشتقة للدالة لاحظ عزيزي الطالب هذه الأمثلة ليتضح لك مفهوم التكامل القير المحدد من الغواعد المهمة عزيزي الطالب لإيجاد التكامل غير المحدد نستخدم هذه النتيجة فقرأها جيدا وتابع طريقة تطبيقها شاهد عزيزي الطالب خطوات تطبيق هذه النتيجة في المثال التالي ولتأكيد مفهوم التكامل غير المحدد هيا نحل هذه الأمثلة عزيزي الطالب لاحظ جيدا خطوات الحل من الغواعد المهمة عزيزي الطالب لإيجاد التكامل غير المحدد نستخدم هذه النتيجة فقرأها جيدا وتابع طريقة تطبيقها شاهد عزيزي الطالب خطوات تطبيق هذه النتيجة في المثال التالي شاهد عزيزي الطالب شاهد عزيزي الطالب ولتأكيد مفهوم التكامل غير المحدد هيا نحل هذه الأمثلة عزيزي الطالب لاحظ جيدا خطوات الحل ولتعزيز مهارتك عزيزي الطالب نأخذ المزيد من الأمثلة فتابع الحل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في المثال التالي هيا عزيزي الطالب لنطبق النتيجة السابقة في حل المثال التالي تابع جيدا خطوات الحل أوجد عزيزي الطالب هذا التكامل تابع خطوات الحل ترجمة نانسي قنقر اقرأ عزيزي الطالب هذه النظرية وتابع باهتمام خطوات تطبيقها في المثال مثال أوجد التكامل التالي تكامل 4X تكعيب زائد 9X تربيع ناقص 8X زائد 5DX ثم نوجد التكامل لكل منهم على حدة باتباع الخطوات التالية ولمزيد من التدريب على إيجاد التكامل هيا لحل المثال التالي ونأخذ فكرة أخرى بحل هذا المثال اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبعد الانتهاء عزيزي الطالب ارجع إلى الكتاب المدرسي وحاول حل التمارين التالية لتعزيز مهارتك اشتركوا في القناة